السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنهاردة ان شاء الله انا اخد موقع ريب حمال اسمه اول حاجة هتفتح الموقع يزالك بالشكل ده. بيقول لك ادخل محفظة اللايت كوين. محفظة اللايت كوين بتجيبها عن طريق البلوكتشين. محفظة بلوكتشين او محفظة فوسب باي. خلينا في محفظة فوسب باي. دخلت على حسابك فوسب باي. بتغطيط على كلمة او اداع. بعد كده بتشوف اي عملة مكتوب عليها اللايت كوين. هتيجي تحت وهتضغط على المحفظة وتقول لك. بعد كده بتخش على الموقع وتقول له بس. وتقول له او التعديل. هتقول له انا رسل بالنمج روبوت وتقول له بيدخل دلوقتي على الموقع. وزي ما نشايفين لما يعرفش اللايت كوين الواحد النهاردة بعملت اليوم عامل مية تسعة وعشرين دولار. فتراتة واربين سنت. الدولار بيساوي مية سنت. يعني مية تسعة وعشرين دولار تقريبا. حالو? طيب اللايت كوين انت بتسيبه شغال. هو بيقول لك انت او معدل الكسب. اه المبلغ ده من اللايت كوين في الدقيقة. خلاص? طيب بروفت بردي واحد من الف لايت كوين. احنا عايزين نعرف في اليوم هتبقى كام? لهنا هنشوف هنا واحد من الف. هقول لتحويل. اطلع لي في اليوم تلاتاشر سنت. يعني بروفت بردي ده حاجة كويسة. يعني تلاتاشر سنت في اليوم. تمام? يعني في الشهر كام نقدر نحولها? نقدر في تلاتين. في تلاتاشر من مية اللي هو تلاتاشر سنت. هيديني في الشهر تلاتة وتسعة من عشرة دولار. يعني اقول اربعة دولار. يعني مبلغ بسيط بس اسمه مبلغ معك. تقدر تتصرف به. انت ممكن بيقول لك تشتري هنا. آآ بيقول لك تبقى خمسة من المية في اليوم. تبقى واحد من عشرة في اليوم. تبقى خمسة عشين من المية في اليوم. ده بيقول لك هتبيعه مقابل واحد يعني مية وتسعة وعشرين دولار. هنا بنص آآ يعني بتقريبا بخمسين وآ خمستاشر. خمسة وستين دولار. وده تلت المية تسعة وعشرين دولار. آآ هيديك آآ تلت اللايت كوين هيديك نص لايت كوين. بس طب ما حدش تشترك في اي حاجة من دي. انت هتسيبه يعمل اللي واحده. وفي الاخر خالص لما يوصل لآآ ما نشوف هنعرف حد السحب بتاعه قد ايه هنضغط على او السحب. بيقول لك رجستر يور ايميل. رجستر رجستر ماي ايميل زيس اكاون. هنقول له بيقول لك. بيقول لك عشان آآ تسحب لازم تسجل ايميلك لقاية تتلقى معلومات الدفع. هندخل على الجيميل الخاص بينا. ونشوف رسالة اللي جات لنا ونفعلها. بيقول لك دلوقتي انا دخلت حسابي او دخلت الايميل بتاعي عن طريق الضغط على وزدرو. وكتبت الايميل وقلت له رجستر ايميل. بعد كده بيقول لك او رصيدك. ده لو انا عايز اقول له ساحب اقول له وهيبدأ يسحب لي على طول على المحفظة اللي انا حاستها في بداية الشرح. لياه محفظتي على فوس باي. بس طبعا انا مش هسحب ستة من مليون يعني من من خليها مبلغ وبعد كده بقى اصحابها. خلاص? وبيقول لك هديك في اليوم طوالتشر سنت يعني في الشهر اربعة دولار. يعني انا شايف ان ده معقولة لحد ما لو انت جمعت مسلا اربع مواقع زي او خمس مواقع يبقى عمل لك اشين دولار في الشهر. وطبعا حاجة معقولة لحد ما. الموقع سهل جدا وسهل استخدام. انت بتعملش اي حاجة انت بتسيبه مشغال. في الاخر خالص بعد يومين او ثلاثة. او بعد مسلا خليها بعد عشر ايام هتقبض واحد دولار بعد كل عشر ايام هتخش هتقول له ويصدره. وبعد كده تكتب المبلغ هنا. وهو بيكتبوه لك وتمواتك يعني. وتقول يحول لك على طول على المحفظة في الفوس باي. تعرف من هنا تحول اللي هو في الفوس باي. هتشوف محفظة الفوس باي اللي عندك. تقول له وهتشوف اخر تحويل تم تلاقيه تحت. اخر تحويل والاماونت الكمية والطيب النوع النوع ايه? هيقول لك اسم الموقع والاماونت الكمية مسلا دولار. والنوع التحويل ايا كان والتاريخ التحويل هيكتبك تاريخ التحويل. يعني في خلال من اربعة وعشرين ساعة لتلات ايام يحول لك المبلغ. اه موقع سهل جدا وسهل لاستخدام. ولو ضغط على هنا. الموقع مستو ان هو فطبعا ميزة محترم. دي اثباتات سحب. ده بيقول لك سحب كزا. ده سحب ده سحب. كل ده من دقيقة. سحبه. فيه ناس بسحب واحد من الف. تلاتة من الف. وفيه ستة من مبالغ كبيرة قوي. يعني مبالغ قليلة جدا. سحبوها برضو. عايز تشوف حسابك تاني هتقول له. خلي بالكم ان لازم يكون في حساب واحد فقط على اه ايميل او اه محفظة. اه فوسي باي. تبقى متسجلها. يعني ميفاعش اكتر من حساب على الموقع. هتقول له هوم هيديك الصفحة الرئيسية. زي من شايفين هو بيشتغل مع نفسه. هو شغال مع نفسه. لغاية بيقول لك في اليوم هتجيب تلاتاشر سنت وتقدر تسحبها بكل سهولة. وبحذركم برضو محدش يشتري اي حاجة الا لما يكسب الاول. وعايز تشتري ما فيش مشكلة. لكن ما تسحب ما تداش تشتري. من غير ما تسحب ولا تاخد اي فلوس من الموقع. وانت لازم تكون تسحب يعني تسحب فلوس اكتر من اللي انت هتشحن تشحنه. يعني مثلا لو هتشحن بمية دولار لازم تكون اصلا كسبان متين ولا تلتمية دولار. حيث لو شحنت حتى المية دولار ما فيش مشكلة اديك انت كسبان برضو. يا رب يكون في فيديو اعجابكم ما تسروا اشتراك في القناة وعمل اعجاب الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.